موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم كنا نتكلمنا المرة الماضية على النحل وفوائد منتجات النحل والآن في الحصة هذه رح نواصل ونتكلم على النحل منتوج نحل آخر اللي ما تكلمناش عليه في المرة الماضية وفي نفس الوقت رح نتكلم على الخاطر اللي رح يهدد النحل الآن في هذا القرن الـ 21 المرة الماضية نعمل مراجعة خفيفة تكلمنا على منتوجات النحل بالأخص العسل وقلنا أن العسل تكلم عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن وتكلم رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن من الجانب العلمي بحوث كثيرة تقول بأنه مضاد حيوي يعني أنتيبيوتيك طبيعي لكل أمراض الجلد وأنه هو فعال في الوقت لكثير من المضادات الحيوية المستعملة طبيعي ما هيش فعالة وفي نفس الوقت قلنا أيضا بأنه يستعمل العسل أيضا لمكافحة السعل أو السعلة بالدرجة خاصة عند الأطفال وقلنا بأن أيضا الآن صارت كثير من المستشفيات في الغرب تستعمل العسل لتنقية الجروح والحريق ولظمدهم تكلمنا أيضا على غذاء الملكة اللي قلنا هو مقوي للمنع ويستعمل كثير في كل الأمراض التناكسية لملادي كرونيك ديجينغاتيف وحتى في حالات عدم الإنجاب والدراسات موجودة في هذا الميدان خاصة على الحيوانات لكن التطبيقات عند الإنسان بدأت أيضا وتكلمنا أيضا على حبوب الطلع هو البولن اللي قلنا هو منشط ومقوي خاصة للناس الكبار وللنساء الحوامل وكل الناس اللي عندهم تعبانين لأسباب غير واضحة فالبولن جيد لكل هذا الناس وفي نفس الوقت كافح فقر الدم أنتياني ميك وفيه دراسات هناك وتجربات التي تبين بأنه فيما يخص الارتروز نتعى العمود الفقري وخاصة في الرقبة فهو عنده وجد بأنه عنده فعالية كبيرة وفي نفس الوقت كغذاء الماليكة عنده مفعول على خصوبة الإنسان وهذا بالتجارب الموجودة تكلمنا أيضا على البروبوليس وقلنا بأنها تكافح الجراثيم عندها كيفح قوي وأنها تذوب الأورام سنونكوليتيك سففند التمير وخاصة هذا استعمل عند الحيوانات والدراسات هذه ترجع لتقريب الستينات إلا أن الآن الدراسات تقدمت وعنده ثان مفعول ضد الشامبينيون خاصة يجوا بين 70 رجلين وفي نفس الوقت البروبوليس هذه عندها ممكن تستعمل كبنش عفوا ل كبنش أقوى من الكوكاين والنوفوكاين اليوم سنتكلم لكم على الشهدة والشمعة الشمعة نتاع النحل لم نتكلم عليها في المرة الماضية لأن الوقت لم يكن شيء سمحنا فالشمعة هذه طبعا تستعملها تخدمها نوع من النحل اللي يسمهم النحل المختصة في الشمعة أو في الشهدة لزابي سيريار هذا النحل عندهم تقريب جيوب ربع جيوب من وربع جيوب من في كرشهم ومن هذه تخرج مادة اللي النحلات تمضخها شوية وتستعملها فيما بعد لبناء هذا الشهدة كلها غيران الشهدة وكي توضع فيها العسل وكي تخزن فيها البولان وفي نفس الوقت البيض عن نحل الجديد هذا والنحلات الصغيرة جدا هذه ثان تبقى داخل الشهدة اللي تبنيها النحلات الشهدة هذه عندها لون يتراوح حسب الأظهار يتراوح من بين أصفر إلى تشيني حامق وهذا طبعا حسب الظهور لتخذها منها الرحيق النحلات لكن الشمع هذا يستعمل أيضا في السوق ويستعمل خاصة في نظف الأثاث أو نظف الحطب لأخوة الباركي الذي يكون على الأرض في البيوت فلهذا يجب أن يبيضها ويبيضها بوضحة للهواء للشمس وإلا يستعمل بعض المواد الكيميائية لتبيضها الشمعة هذه الذوب عندما توصل 62 إلى 64 درجة وهذا مهم جدا لأن ممكن نستعمل حتى في البيوت بأن نعمل بعض المراهيم الشمعة هذه لا تذوب في الماء لكن تذوب في الزيت عندما يستعمل المربين حال يخرجوها يجب يذوبها يصفوها بعد ويعملها في أغلاب مختلفة الميزة التي أيضا أنها لا تخسر لا نحتاج لنعمل لها محفوظات كيميائية تبقى لمدة كبيرة بدون ما تخسر وهذا يجب نستعملها في كثير من المراهيم يعني بوماد وكريم بدون ما نستعمل كثير من المواد الحافظة وبعد حتى المربيين حتى يسهلوا للنحل لكي يخدموا شهدة جديدة عندما يأخذوا العسل منهم فهما يأخذوا منهم الشهدة ويأخذوها إلى إنسان يسموه غوفر بالفرنسية الذي سيذوب الشهدة هذه ويوضحها في أوراق هكذا تقريب كهذه كاري الذي يوضع فوقها تقريب نوع من البصمات الغيران عن الحل وبعد عندما يوضعوها داخل بيت النحل النحل سيذهب مباشرة إلى هذه الأماكن ويحولها إلى غيران أنتع الشهدة الشعم هذا يظهر شيء بسيط إلا أنه فيه تقريب أكثر من 300 مكون من بينهم عدنا الفيتامين آهدي التي ترمم الجلد وتحفظ من البرد تحفظ من السخانة تحفظ من الجرث من كل شيء فالفيتامين آهدي الذوب في الزيوت وتوجد أيضا في زيوت الحوت في الكبد وما يشبه ذلك لكن عندما تستعمل صحيا من عند الصيدالي مثلا لابد الإنسان يراعي بأنها ممكن تكون خطيرة إذا الإنسان تجاوز الجرعة اللازمة التي حثنا عليها الطبيب أو الفرماسيان الصيدالي المكون الثاني الرئيسي هو زيوت الطيارة يعني الأعشاب أو النباتات التي يرعى فيها النحل فيها زيوت الطيارة وهذه تدخل في تكوين الشمع عن تاع الشهدة فيها مواد أخرى كالزيدرو كاربير هذه والليزاستير بعض الحموض بعض الكحول وما يشبه ذلك الآن فيما يخص فوائدها الصحية الشهدة هذه أو الشمع عنده مفعول ضد الالتهاب وهذه خاصة فيما يخص الجلد مفعول قوي جدا كما العسل نفس الشيء يقتل الجراثيم أيضا ونعرف بأن في التاريخ القديم لمصر كانوا الأجسام من الفراعين هذه كانوا يغلفوها بمادة تدخل فيها الشمعة تا العسل ولها تا النحلة عفوا ولهذا باقية محفوظة إلى يومنا هذا عدنا شميقوم دائما موجود في كل مكان الإنسان يأكل وفيه السكر والأسنان تبدأ تصار لها مشاكل فالشمعة تاعة العسل إذا كان نقي وما كان فيه مواد كيميوية ومش مرشوش بالمواد كيميوية راح ينظف الجسم راح ينظف الفم الداخل راح ينظف القرجوم تاعتنا أيضا وراح يبعد الجراثيم على كل الجهاز التنفسي العالي وحتى الفم وحتى رائحة على الإنسان تأخذ صبغة الزيت الطيارة الموجودة في الشمع والرائحة والريحة قوية في نفس الوقت راح تقوي الحم الأسنان الشمع هذا يخدم به مستعمل كثير نستعمله في المواد الطبية خاصة في الإكرام الذي يخدمهم للجلد والإكرام هذا تبلل مليح الجلد الذي يكون يابس تغذيه وتحفظه من كل الأشياء الخارجية كما قلت سابقا لو كان نستعمل الفيتامين آلي موجودة في الشمع هذا يعني نستعمل الشمع بالفيتامين أنتعو ونزيد له زيوت طيارة ونزيد له شوية من الزيت يعني زيت لوز ولا زيت أرغان ولا حتى زيت زيتون نقدر نعمل به كريم الذي سترمم الجلد التي يكون فيه ورام ولا يكون محروق الخلايا جديدة ستكونها خليط من هذا النوع والجلد يبرع ويتلين يعني أن الجلد التي يرجع فتي يرجع نقي سليم من كل المشاكل وهذا تستعمل هذا المراهيم هذا الإكخام تستعمل في الجلد الذي يكون مكمش الجلد الذي يكون فيه حب الشباب الجلد الذي يكون مخشين بالأخص في الرجلين الجلد الذي يكون خاصة مفصيف عندما نكون في الشمس في البحار والخارج والجلد تعني تخسر الشمس شوية فهذا الخليط من الفيتامين A وزوية الطيارة وشمعة النحل ستسجم منا وتعدل لنا كل هذا الجلد تعني في نفس الوقت الكريم يحفظ الناس من الشمس يعني يقدر يستعمل من الإنسان يخرج في البحار أو في الصيف تحفظ من البرد إذا كان بارد وتحفظ من الريح الريح إذا كان قوي وبارد تحفظ منه والبرد في البلدان كما هذه بريطانيا وشمال بريطانيا هذا النوع من الخليط زيوت الطيارة والشمع والفيطامين يحفظ الناس من هذا الشيء من المفعولات الأخرى هما تقول بعض الدراسات بأنه يساعد الإنسان بالأخص النساء على الرقة يعني يبقى الإنسان يفقد من الشحوم التي تكون تحت الجلد ولهذا الهيئة على الإنسان تتسجم المليح لأن الشحوم هذه تكون مباشرة تحت الجلد الذوب تستعمل بعض البلاسيم بشهدة النحل لمشاكل الريماتيزم الناس يكون عندهم الريماتيزم يكون عندهم الارتروز ممكن يستعملوا نوع من هذا البلاسيم باش يوضعوها على الأماكن التي تكون تصطرع عليهم نفس الشي البلاسيم هذه ممكن لبوم ممكن يستعمل لها الإنسان لتقوية الشعر لتقوية الجلد تقوية الشعر وهذا يكون تخصر تهدم من جراء الشامبوان التي فيهم مواد كيميائية للإدفغيزان وحتى السيشوار الشيء الآخر هو أن المليح بالنسبة للصحة هو أن الإنسان يستعمل الشمع هذا يخدم به الشمعات التي نشعلها والشمعات التي نشعلها مليحة بزاف لأنها مديش الدخان كما الشمعة الكيميائية البيضة التي نعرفها عندما نعمل الشمع بهذا ونزيد مثلا زيوت الطيارة ونشعلها في الغرف تطلق رواح قوية لأن فيها زيوت الطيارة وزيوت الطيارة هذه ستنقل الجو في الغرف بالأخص الغرف إذا كان فيها مرضى وحتى في غرف الأولاد الصغار لأن زيوت هذه ستنفسها وتساعد الجهاز التنفسي وتساعد حتى الجسم ككل في أمراض عديدة طبعا فيها بعض الأدوية التي تستخدم فيها الشمعة تحل خاصة باش يغلفوها وكثير من اللابوراتور يستعملوها في التغذية يعطوله الشمعة هذا يعطوله رقم E309 E309 علاش لأن يعملوا به القلاساج والتغليف بعض المواد الكيميوية حتى تحفظ وتبقى عندها قوة حتى داخلين يقدروا يسيقل حتى في الماكلة نفسها في الحلوى نفسها يخلطوا شوية من هذا مع كل مواد أخرى باش تعطي بعض الكثافة للباتيسري ولا المواد الأخرى قلنا فيما يخص التجميل تستعمل كثير باش ترطب الجلد وباش ترمو وباش تغذيه وهذا بمساعدة الفيتامين A وزيوت الطيارة كما قلنا يخدموا أيضا يستعملوا الشمع هذا كما قلنا في البداية باش يعملوا الانكوستيك الانكوستيك هذه هي السير هذه الشمع اللي يحفظ به الأثاث كما تشوفوا على الصورة عندما الأثاث يكون بدأ يقدام ولا قاعدتك الإنسان يحكوا بالانكوستيك بالسيراج هذا اللي أولا يحفظه ثانيا يبعد كل الحشرات لأن الرائحة تبعد الحشرات وثانيا يعمل يعني يغلق كل ما يعقب التبليل تبليل هذه الحطب والجلد والبعض الحاجات الأخرى اللي يكون ممكن الماء يمر فيها فعندما نعملها سيراج بالشمعة تعنحل تولي إطنش حتى حجمة تعقب فيها وفي الهند يستعملوا الشمع بها يصبغوا ويعطوا الألوان لهذا النوع من القماش اللي يسموه الباتيك ومعرف كثير هنا في الغرب مش عارف فيها موجود عدنا في الجزائر لكن رغم كل هذا النحل هذارة في خطر في يومنا هذا فعندنا جورج بيرنرشور مفكر البريطاني الكبير يقول الأذكية يتكيفون مع الطبيعة والأغبية يحاولون تكييف الطبيعة ولذلك ما يسمى بالتقدم هو إنجاز الأغبية هذا مفكر كبير جاء في هذا في الفرنسية العصر هذا عايش في إطار الرأسمالية المفترسة صار دار مشاكل في ما يخص منتجات النحل كيف أولا الاستعمال بدون حدود لكل ما ينتجون النحل بما بما فيه العسل بما فيه غذاء المالكة بما فيه البولان يعني حباب الطلع وما يشبه ذلك وهذا بيستعمال تكنولوجيا بالتركتورات بالجرارات بالمواد التي تقطع يعني عنده مواد هائلة ويحب يكيف في الطبيعة لرغبته هو ولهذا عندما الإنسان يتجاوز حدود القوانين السنن الكونية فيعني أنه يقول بأن الله سبحانه وتعالى ما عرف وش دار فصرنا مشاكل كما صارت للنحل فعندما نخذ من النحل العسل ونخذ البولان ونخذ غذاء الماليكة ونخذ حتى الشمعة وش يبقى للنحل هذا المشكل الكبير فطبعا الإنسان يقول خلاص نحن نحن الأسل ونحن لاجول الغوية الغذاء الماليكة ونحن الأخر نعط للأسل للسكر باش يعود يكون أسل وحد آخر إلا أن السكر هذا مهوش طبيعي للإنسان كما نتكلمنا على السكر البيض في الماضي وقلنا أن السكر البيض ما خلقوش ربي هكذا هو مغير ومع الأسف الناس اللي يعطوا السكر للعسل يقبضوا السكر البيض هذا ويخلطوه بالممليح ويزودوا له بعض العقاق الكيميائية وحتى بعض الانتيبيوتيك ويعطوه للنحل فبما أن الإنسان من جراء السكر البيض استعمال الدائم هذا يعطينا مرض السكر ديابات من يشعر فين إذا كل النحل هذا المرضى التعول كما رح نشوفه بدأ النحل يموت هل بدأ النحل يموت بمرضى السكر متاعه ولا أشياء أخرى وهذا استعمال السكر هذا ثان ينعكس على نوعية العسل نعرف بكري الناس يعرف يقبضوا قطرة من العسل ويحرقوها ويعرفوا بالطريقة هذه إذا فيه السكر ولا ما فيه السكر يقول لك السكر مشكل كبير ف نعرف بأن عندما الإنسان يكون ذكي ويكون يتماشى مع الطبيعة يخدم العسل بطريقة ذكية فعادة المربي لرب النحل الإنسان لرب النحل يأخذ نص من العسل لاستعماله ولا يبيعه ويخلي النص لأخر للنحل لأن الحل لابد يغذي نفسه باش يخدم الشمع هذا وباش يخدم يجيب البولان وباش يخدم الغذاء الملكة وما يشبه لذلك إلا نحل العسل اللي أعطينا للصكر راح تصير لنا مشاكل حتى المنتجات التي يخدمها نحل بعد ما تكون مليحة المشكلة الثانية هو هذا التلقيح القوي في بلدان كثيرة من بينها أمريكا مثلا في كاليفورنيا هذه عندهم كيلومترات عديدة جدا عشرات من الكيلومترات تنتاع أشجار التفاح أشجار البرقوق أشجار الخوخ وكل هذا بالأخص أشجار البرقوق لأن المنتجات البرقوق يجي كبير إلا أن الذوق لا يوجد ذوق مليح ف يحتاج في العشرات كيلومترات تابع بساتين تابع أشجار الفواكه لابد لهم التلقيح ف يواس عاد يروح يجب من كل الدول للولايات الأخرى الأمريكية يكر بيوت بتاع النحل ويجيبوها يحطوها تحت الأشجار في كيلومترات عديدة عندما النحل يلقح الأشجار هذه يتخلص من هذا النحل والآن يجيبوهم من أستريليا ويجيبوهم من زيلاندا الجديدة يستعملوه ومن بعد يرجعوه إلا أن العسل الذي يخدم النحل من هذا النوع أنتها كاليفورنيا على الأقل يجي مر وبالتالي الناس الذين مربين نحل هذا ويجيبو من العسل هذا ما يفيدهم فش بدأوا يعملوا عادوا حتى الناس اللي عندهم البساتين هذا ولي عندهم مزرعات كبار عادوا يشجعوا الناس بيربوا نحل فقط للتلقيح ويش عادوا يعملوا عادوا خلاص العسل المر هذا ما يستعملوش عادوا يربوا نحل ويدلوا لهم مضادات الحيوية وينقلهم البوية التحام بمواد كيميوية وهذا صار يدي المشاكل صار النحل يموت الجراثيم هذك اللي يدارون لها المقويات والمضادات الحيوية صارت تعمل مقاوة مع تدفلوب من رزيستانس وهذا الاخراني عندما الجراثيم تقوية تقتل في النحل وهذا بدانا اللي يسموه الفندرمن دي كولوني دميال صار نحل يموت ودراسات عديدة الآن وبعض الوثائق الأفلام الوثائقية أثبتت بأن نحل هذا عاد يموت من جراء هذا الاستعمال الانتبيوتيك في بيوت النحل وخاصة أيضا باستعمال المبيدات للحشرات والمبيدات للحشيش في الزراعة في كل مكان وين النحل هذا يرعى هذا صار أدى إلى ما يسمى بال لفندرمن لفندرمن دي كولوني دبي ف فالآن صرنا في مشكلة كبيرة الصناعة الكبيرة تستعمل المبيدات هذه ويرش كل الظهور كل الأشجار ونحل يروح يرعى من هذه الأشجار ويأخذ المواد الكيميائية هذه المواد الكيميائية صارت تخسر الجيلات نحل نفسه ولكن في نفس الوقت هذه المواد كيميائية تعقب في النحال وتعقب في حب وتطلع وتعقب في غذاء المالكة وتأتي لينا أيضا الآن بعد هذا عندنا الناس العاديين الإنسان المورب يستغير هذاك ثانا عنده يدغل يما يستعمل السكر يزيده للأسل يبيع بزاف وهذه الناس لا يعرفها كلها وإلا عندما يبيع مثلا يقول لك عسل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يغطينا أشياء لا يعرفه الأصل تعال العسل هذا ولا تعال منتوج غذاء المالكة ولا حبوب الطلع منتوج الاتحاد الأوروبي من يأتي يأتي من بلغاريا يأتي من جمهورية تشاك يأتي من بولونيا إلا أننا ما نعرفوش هم هذك البلدان منين يجبوا العسل هذك هل هو أنت حمطم ولا يجبوهم الصين ويجبوه من أماكن أخرى وين غالب الأحيان يكون مدغول فالإنسان عندما يروح يشري العسل ولا يشري المنتوجات هذه لابد يحاول يشوف بأنه يكون منتوج الزراعة الطبيعية يعني الاجريكولتور بيولوجيك ويدعي ربي بأنه ما فيش حاجات أخرى إلا لأن هذه الازاتيكات اللي يديروهم ويقولون الاجريكولتور بيولوجيك بعض الأحيان يوجد الإنسان بأنه ما هوش صح كل أشياء مدغولة ويديروا لها الاتيكات هذه فالإنسان يأخذ كل احتياطاته باش يجيب منتوج منتجات جيدة ويتكل على ربي الآن كيف ممكن الإنسان يتجانب القضية هذه ما عدا أنه يقرأ الاتيكات اللي فيها الأخوض الناس اللي عندهم حديقة كبيرة واللي عندهم طرف من الطراب يقدروا يتعلموا بيعدوا يديروا العسل نفسهم أنا العام هذا بديت مع أحد الأخ سيد هنا في بريطانيا أبديت نتعلم كيف نعمل العسل إلا أن الملكات اللي درناهم في كل بيت كل مرة نديروهم يموتوا وهذا ظننا ما وجدناش ما هو السبب سبب احنا تكلمنا عليه ممكن تكون مبيدات الحشرات اللي رعاتها النحلات ولا ممكن يكون أدوية أخرى بيجت في طريقها إلا أن ما وصلناش على كل حال خاصة في ملدان ولمكاش تصنيعات كثير في البادية في الريف في الجبل يقدر الإنسان يحاول يتعلم كل واحد عنده ترابع يضيع وقته في القهاوي ولا يظل يدور بدأ ما يعمل شيء إذا كان عنده فرصة يربي نحل يتعلم يربي نحل كان مربي نحل اللي ممكن يساعدوهم على يتعلموا عليهم يعني يروح يشوف واحد معلم يتعلم عليه ولا يحاول يتعلم على الانترنت الآن كان دروس تباع في الانترنت الإنسان يشترك فيها ويعلموه بالتصوير بالنصوص كيف ممكن يتعلم يربي نحل ويورلوا بتدريجيا كيف يوصل إلى أنه يكون ماهر في تربية النحل بالطريقة هذه الإنسان تجي منتجات عسل وغذاء ماليكة وحبوب طلع هو متحكم فيها ويعرف وش راه يأكل فلماذا ما نبدأ وش نتكل على ربي ونبدأ ونتعلم من رب حل في إذا استطعنا وننتهي نكتفي بهذه الكمية من المعلومات ونبدأ نأخذ في المكالمات سي محمد سي محمد سي محمد من تيزي وزو سي محمد السلام عليكم سي محمد سي محمد سي محمد سي محمد سي عشر من عين توتا إنها عام تفضل سلام عليكم تفضل إنس ما فيك سي عشر أشور تفضل سي عشر بارك الله بك أنا عندي مرضى السكر الله يبارك قل نأ مرضى السكر لجيب عندها مرضى السكر وعينك يبار أقريب واحد الـ 15 إلى 20 عينك طبيب ما سي أقول مرضى السكر من نوع الثاني أو لأول مرضى السكر كين زوج نوع كين الأول والثاني الله ما ما سمت لأول والثاني هذه السكر ما قالنا لأول والثاني أي والله وقت ما جاء هذا أنظر 15 أكثر أي والله وش عمل كان في عمر هاك يجاه كان في عمر ها يكون واحد خمسة 50 أو 50 هاك أي والله هما هذا ممكن غالب الأحيان يكون من نوع الثاني لا نعرف هاي ولا وأنا وأنا عند الفشلة أنت عندك الفشلة أنا عند الفشلة مناقص بزاق كنت لي حم بدوني ثماني شعر في 16 في وش حال عندك في عمرك سعى شعور الله يبارك ما زلت صغير أنت عندك وين تسكن الله يبارك أنتم عندكم يا رب أنحل ثم ما كاين بس أصلاب جال ويكل له العسل لحنا ما يكل له صقر ما فهم لحنا كذا ممكن تتعرف عليك شو أحد ما يدغلوش وممكن تأخذ من عنده هذا حبوب الطلع البولان ممكن تأخذ من عنده احنا تكلمنا على البولان وقلنا بأنه يكفح الفشلة هذه الناس اللي عندهم الفشلة بحبوب الطلع هذا البولان يقدر يتغلب عليه شيئا فشيئا البولان تقدر تأخذ البولان وحده بصحي لجمعت شوية بولان وشوية عسل وشوية غذاء المالكة وتعدل الماكلان تاعك شوية يعني تبعد على الخبز البيض وتبعد على الصكر البيض وملح البيض هذا حبوب طلع هذا النحل كما يروح ويرعاه في الظهور يدير واحد الكبات صغيرة كويرة صغيرة هذا فيها زوية الطيارة وفيها صكر طبيعي وفيها بعض المواد أخرى اللي يتغذي الإنسان وتعطي له قوة وتبر من كثير من الأشياء أنت لو كانت تتكلم مع واحد المليار ربي نحل يوري لك قاعدك الأشي اللي ينتج نحل هذا وينصحك بالصح في نفس الوقت لابد تتعدل الماكلة تاعك إذا تدخن ممكن تنقص من الدخان إذا كيف تشرب القهوة بزاف نقص من القهوة السيحوسين من العاصمة سلام عليكم عليك سلام صحر رمضانكم الله يسلامك خير ومتاز زاد تفضل والله دكتور العالم الحساسية تاع الأنف نعم الحساسية تاع الأنف الحساسية تاع الأنف وينشم ذوق عدك نشم دخان تاع السيارات ولا نشم مرحت لغوبار جيني هذي هاي والله انت شفت الطبيب علي ولا شفتش شفت عدة مرات طبيب عندك بزاف ومعاك الحساسية هذه وانت عندي مرات والأيام هذه الأخيرة هذه شوية رحى ما ترح عليها شحال في عمرك 40 سنة الله يبارك ما زلت صغير يعني نتوين تسكن في العاصمة نفسها لا أنا ما نسكن في العاصمة أنا نسكن بالعباس سيدي بالعباس و اي والله سكن في المدينة ولا خارج المدينة لا خارج المدينة المفروض الهوان تعكم منقي لا هو نقي وإنما ما نشعر خلاص اخويا شوف انت في قضية الحساسيات هذه لابد الإنسان يطهر جسمه مليح من سموم احنا عدنا وثيقة تعديل الأكل لو كانت لو كانت تقدر تكتب إيميل غير تكتب إيميل هيتنزل تجيك رسالة من عدنا وتقول لك كيف تحبط الوثيقة هذه الله غالب ما بيدي حيلة ما عنديش ما تعرفش كش واحد اللي قريب لك ولا جار ولا اللي ممكن عنده هذه من شاهد شوف أنت عمل شوية مجهود من عندك من هالطريقة حتى تشوف أنت يتعدل الماكلة تاعك راح تتحسن تحسن كبير جدا مثلا نقدر نقول لك منظرك يجب تكثر مش لايظ وتبعد على كل شي في الحليب في الجبن لأن الحساسيات لا تفهم مع هذا هذه وحدة ثانيا إذا قدرت أنت تتحصل على الخل تتفاح تقدر تتحصل الخل تتفاح تقبض يعني قس نص كاس هذا تدير في كسرونة صغيرة ودير فوق النار يبدأ يغليها ويطلق ريحة ريحة قصيد هكذا الريحة قصيد هذه شمها وهذه راح تشوف باللي راح تساعدك كثير على هذا إن شاء الله هكذا بشفعلك إن شاء الله أخير 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 وحالة تتحصل أكثر وحالة تتحصل على تتحصل وحالة تتحصل على تتحصل على تتحصل على تتحصل وحالة تتحصل على تتحصل على هذه حالة هذه ؟ ب خطر هم يقول بالسكليغوزان بلاك هي مالادي أوتو إيمون هذا الأخر الاتكاة للمالادي هذه ليس يعرفون المشكلة يقولوا أنها هي المناعة لعنسان والتي تضرب الإنسان الآن هذه النظرية تشكيك فيها في الميدان العلمي نحن نعرف بأن هناك أطباء أنت تقرأي فرنسوية نقرأ نشوفك ممكن تحصل على كتاب كتاب تقدر شيء من الانترنت تقدر الكتاب أو الكتاب أنت الدكتورة كوسمين كوسمين كاترين كوسمين كوسمين ك كوسمين 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 إلا أنه عند هكتوب واحد أخرين اللي موجودين في السوق واحد وسمو سوفيه وترككور والأخر وسمو سوية بيهن دونه وتراسيات جسكا 80 سنوات فيها تعطينا صحيح فيها تعطينا صحيح نعم وذا نصيبوهنا في الجزائر ولا لازمان والله أختي ما نشعر شوفي في معرض الكتاب بالاكي جيبوه لكم بصحة نقول لك في الانترنت لو كنت دخلي الانترنت توجده تقدر توجيه في amazon.com تقدر توجيه في بالك ebay وما يشبه ذلك هذا هو وما كانش سامحني سنو نحن نقدر نعمل كنتراتمان نحن 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 تحبي تكتبينا إيميل ممكن نتكلم معك في الميدان أبو داود من فرنسا السلام وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخي دكتور اتفضل لك الفضل ممكن تتكلم شيء بعيد على التلفزيون مفضلك نقص تلفزيون وتكلم التلفزيون من فضلك دكتور مرض روماتويد نعم عندي مرض روماتويد من هو أنا عمري 40 سنة روماتويد هذا من هو أنا عمري 45 سنة ورسلت لكم ورسلت لكم ورسلت لكم على المايل طالب من الدكتور باش تبعت لي وصفة كاملة وما جاني حتى جواب لحد الآن كنت بعت الوصفة من قسنطينة من عن طريق الانترنت الله يباك على بل كان كثير عندنا الآن يا أخو أنا الوحيد أنا الوحيد بجيت بلك الحصتك بارك الله فيك أنا أولا الأمراض هذه الكبيرة ما نقدرش نعطوه وصفة هكذا لابد نعمل استجواب كامل مع الإنسان ولهذا لابد يكون يعني لابد الإنسان نعم على كلين نحن إن شاء الله نجاوبك في الوقت الذي نقدره لأنني أنا الوحيد الذي نجاوب على هذا أنا هو المختص في الميدان والناس تكتب كثير يا أخي كل أسبوع عندي ستسمائة ربعمائة إيميل ما يلحق الإنسان وأنا مانيش نخدم خمسيان في الأسبوع في المكان هذا عندي كليليك تعي فإذا قدرت تعود تذكرنا بالإيميل أنا نجاوب معك إن شاء الله ونقول لك كيف نتعامل في المستقبل هكذا إخواني واخواتي انتهت الحصة الآن إن شاء الله رأيكم استفدتم بهذه المعلومات الخفيفة فيما يخص فوائد النحل وتربية النحل وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة